السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من شرح كتاب الرخصة الايطالية الفيديو ده زي ما تعودتم زمان ان احنا بنشرح فيه بعض مكتطفات الرخصة الايطالية وده كان عبارة بس مباشر كنا عملينه من فترة طويل للناس اللي انتبعاني اكيد فاكرة واعرفة احنا بنتكلم عن ايه عموما المهتمة بالرخصة الايطالية الفيديو ده هي فيديو كتير بعد سماع الفيديو ياريت تشاركونا وتعملوا لايك واشتراك للقناة شكرا ما سابقوا نطلعت الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا جماعة ان شاء الله في بس مباشر جديد مبدئيا كده هنبدأ نعرف الناس اللي احنا بنعمله ايش في ناس كتير مستغربة من البس المباشر اللي احنا نعمله دلوقتي عشان الناس ترجع بذكراتها كده لورا شوية اهه تقريبا كده الناس اللي كانت متابعة معايا من الاول احنا بدئين من 2017 تقريبا او من اواخر 2016 مش متذاكر بالزبط اههه كل ما في الامر ان احنا بنحاول نذاكر اونلاين شوية مع بعض او بمعنى صح ان احنا بنحاول نشجع الناس ان هي تذاكر الرخصة او الكتاب الرخصة الايطالية الناس اللي شايفة الموضوع صعب والناس اللي خايفة من البداية ومعندهش الجرأة او معندهش الشجاعة ان هي تبدأ ومفكر الموضوع مستحيل وشبه صعب وحاجات من دي فالحمدلله الفترات اللي فاتت دي تقدرنا نشجع ناس كتير جدا ان هي تبدأ تذاكر وتخش مدرسة وتتابع مع ناس اونلاين والحمدلله في ناس كتير جدا من الناس اللي كانت متابعة معانا او متابعة مع غيرنا او راحت مدرسة او غيره الناس دي كلها الحمدلله في ناس كتير جدا حصلت على الرخصة الايطالية ونجحت والامور كانت معاهم غير ما كانوا متوقعين في البداية طبعا احنا بنشرح او معنا صح انا بشرح حاجات بسيطة جدا لكن الهدف منها ان احنا بنشجع الناس ايه ان هي تفتح الكتاب وتذاكر وتبدأ تعرف شوية معلومات عامة كده عن الرخصة الايطالية عشان تديها الشجاعة عن هي تبدأ تذاكر وتشترك في المدارس وتبدأ تذاكر كويس يعني وتحفظ الاسئلة وتخش الامتحان وهي متطمن احنا دايما الناس اللي كانت متابعنا كنا دايما بنركز على البرشدينسة وبنقرأ شوية مكتطفات من الكتاب وكننا بنعمل برضو مسابقات اونلاين وغيرها عشان نشجع الناس ان هي تخش طبعا الكلام ده بقى له اكتر من سنة او نص تعريبة او سنتين اتنين وان شاء الله في طبعا ناس كتير جدا طلبوا مني ان انا اعاود ان انا اعمل بس مباشر من جديد فانا الفترة اللي فاتت ديات كنت مشغول ومازلته طبعا مشغول بس بحاول بقدر الامكان ان شاء الله ان انا اقبلهم طلبهم يعني فمبدئيا عشان الناس تكون فاهمة البس المباشر ده مش دايما متواصل وفي نفس الوقت ما بيلمش بمحتويات الكتاب كله او الاسئلة كلها اللي بيجيلك في المنهج احنا بنحاول بس نجيب مكتطفات كده من هنا وهناك عشان تقدر تدم شوية بعض معلومات والباقي طبعا انت بتكمله عن طريق وجودك في المدرسة او عن طريق الناس اللي ممكن تذكرلك اونلاين او غيره فده بيعتبر حاجة كده تشجيعية عشان تبدأ ان شاء الله تذكره فاحنا مبدئيا كده هنبدأ نشرح حاجة كده سريعة واللي هي مسافة الوقوف مسافة الوقوف ديت بتتقسم لي اجزاء هنا وده اللي احنا هنشرحها دلوقتي لو انتم لاحظين هنا كده بيقولك ان يجب على السائق ان يحافظ على مقدرته في ضبط المركبة التي يقودها لكي يتمكن من القيام بكافة الحركات الضرورية ضمن شروط السلامة وخاصة ضبط امكانيته في ايقاف المركبة في الوقت المناسب ضمن حدود شعاع رؤيته اخذ بالحسبان امكانية حدوث اي عائق يمكن ان يواجهه وبتكون مسافة توقيف المركبة من مجموعة جزئية من الطرق وهو بيتكلم على جزئين هنا وهو بيتكلم على الجزء الاولاني وهنا سماها قالك ان الجزء اللي هو بتاع فترة التنبيه او التنبيه اللي انت بتشعر فيه ان العربية اللي قدامك بدأت تقف وبالتالي هنا قسمها لك جزئين اتنين ادي الجزء الاول وادي الجزء التاني دي العربية اللي قدامك فالمفروض اني دي عربيتك ده من اول ما بتشعر بان العربية اللي قدامك وقفت فالفترة دي على ما بتفكر وتشير رجلك وتحطها على دواس الفرامل بتقف هذا يسميه وقت التفكير أو وقت الحس العربية التي قدامك وقفت وتبدأ تتخذ الإجراء المناسب أنك تدوس على دواسط الفرامل يسميه وقت الحس أو وقت الجزء الذي تستشعر فيه أن العربية قدامك وقفت بعد ذلك الجزء الثاني هو جزء الفرمالة أو الجزء الذي تستطيع تتحكم فيه أن توقف العربية سواء كانت العربية تفرمل أو تهدي على حسب البريكلو أو الخطر وكما شرح لك في الصورة الأولانية هنا كنت أعلم لك علامة تعجب أنك فجأة حسيت بخطر أن العربية قدامك بدأت تقف فعلى ما فكرت وبدأت تتفرمل أو تهدي فخدت المسافة دي كلها لحد ما وقفت قبل ما تصطدم بالمركبة الثانية وده اللي بيسموها وقت الفرمالة لو قرنا هنا شرح الكتاب يقولك أن الجزء الأول هو الجزء من الطريقة الذي يقطعه الصائق خلال الوقت الذي يستغرقه ردة فعله تجاه الوضع الذي يعترضه أنا ننسي تسأل الأول هل الصوت واضح والصورة واضحة أو في أي تعليق نتمنى أن الجزء الأول هو الجزء من الطريقة الذي يقطعه الصائق خلال الوقت الذي يستغرقه ردة فعله تجاه الوضع الذي يعترضه أي المسافة التي يقطعها بين اللحظة التي ينتبه فيها لوجود العائق لحين بدايته في فرمالة المركب والجزء الثاني ده الجزء اللي احنا قلنا عليه أن انت بتبدأ تستشعر فيه أن المركبة وقفت وبتبدأ اللي هي بالضبط الوقت اللي انت بتفكر فيه تشيل رجلك من على دواسة البنزين وتبدأ تحطها على دواسة الفرامل دي الفترة اللي هو بيقصدها أما الفترة الثانية اللي هي فترة الوقت اللي انت بتتحكم فيه وتوقف العربية الجزء الثاني بيقولك أي مسافة الفرمالة هو الجزء من الطريقة الذي يقطعه السائط من منذ الوقت الذي يبدأ فيه بفرمالة المركبة لغاية توقف المركبة كلية لقد سيفتنشعر بفرمالة المركبة وبالتالي سوف أعود الالتليفون الثاني اشتركوا الى الكتاب العربي انا شرحنا ان الكتاب العربي ممكن تقدر تجيبه اونلاين من على الموقع وانا نزلت الرابط بتاعه اكتر من مرة وان شاء الله سنزل لكم الرابط من جديد واحنا قلنا تقريبا ان في موقعين اتنين بيتيحوا لباعي الكتاب في واحد يتكلف تقريبا حوالي 25 يورو وده الدفع عن طريق الكارتة عن طريق الموقع وده بصراحة ما جربتوش ومعرفش الكتاب بشكل عامل ازاي اما الكتاب اللي انا بشرح منه ده جبته من الموقع اللي انا ممكن انزل لكم الرابط عليه وده 28 يورو لكن التكلفة بعد ما يوصل لك لحد باب البيت بيتكلف حوالي 30 يورو وال30 يورو دويل بتبقى شاملة كمان من ضمنها الدفع عند الاستلام يعني فيه تقريبا 6 يورو جدا كده بيدفوهم عشان انت بتقول ان انا مش هدفع عن طريق الموقع او مش هدفع عن طريق الانترنت هدفع عن طريق الاستلام وده فيه ناس بتحبزها كتير عشان ما هي ايه اقول لك مضمنش ممكن ادفع بعد كده الكتاب ما يجيليش او ممكن يكون موقع نصاب او كلام لكله وبالتالي امكانية اهيات كويسة جدا الدافع عند الاستلام لما الكورييري بيجيلك يجيبلك الكتاب بتديله الفلوس ويديك الكتاب وتقريبا بيتكلف تقريبا 30 يورو و 32 شيمتاز وعملت الوردر لأكتر من واحد والحمد الله الكتاب جالهم واستلموا واللي معندوش مقدرة يعمل الوردر ممكن بعد كده يتواصل معي ان شاء الله برساله على الخاص ونحاول اعمله الوردر ونجيب له الكتاب نبص هنا على مساحات المسافات اللي هو قال عليها سريعا كده بيقولك ازاي يقدر احدد المسافة اللي يكون ما بيني وما بين العربية اللي قدامي فطبعا كل واحد كل سرعة لازم ترتبط وطبعا فيه عوامل الطرق وغيره 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 فاحنا هنتكلم سريعا كده على السرعات وبيقولك في حالة لما يكون سرعة 50 كيلو فبيقولك اقسم السرعة على 10 يعني انت لو ماشي على 50 اقسمها على 10 هتساوي الخمسة هنا بس انتو بس هنا فيه حاجة متلقبطة كده الكتاب كتابها غلط فانا حاول اصلاحها هي هنا بدل الواحد وخمسين دي خمستاشر ماشي قالك اسم الخمسين سرعتك على عشرة فانت لو ماشي على خمسين هتقسمها على عشرة هتديك خمسة تضرب الرقم الناتج اللي هيطلع ده في ثلاثة هيديك خمستاشر فدي المسافة اللي المفروض حضرتك تكون سيبها ما بينك تقريبا طبعا بالمسافة التقريبية ما بينك وما بين العربية اللي قدامك اصبح ان انت لو ماشي على سرعة خمسين كيلو المفروض المسافة اللي كنا بينك وما بين العربية اللي قدامك حوالي 14 متر طيب في حالة هنا اضرب لك مثال تاني بقولك لو انت ماشي على سرعة 100 كيلو هتقسم برضو المت كيلو على عشرة هتديك عشرة تضربها في ثلاثة تديك ثلاثين يبقى المفروض حضرتك حوالي 28 متر بيقللك شوية يبقى المسافة اللي المفروض حضرتك هتسيبها حوالي 28 ل 30 متر لما تكون ماشي على 100 كيلو ونفس النظام برضو كل ما زيد السرعة لو انت ماشي على 130 تقسمها العشرة تطلع 13 الناتك تضربه في ثلاثة يطلع 39 وهو هنا بينقص منه كل مرة شوية معرفش ايه السبب اللي بمقص ربما يكون الناس اللي هم متابعين اكتر او بيذكروا متاع المدرسة يكونوا عارفين السبب لكن هم هو بالتقريب كده بيبقى انت عارف بالشكل التقريبي حوالي 36 متر او 42 متر اللي هو انت ماشي على 150 150 كيلو متر في الساعة ده بالنسبة المسافة الوقوف او المسافة او الاسباطسو اللي ما بينك وما بين العربية اللي انت ماشي اللي انت ماشي وراها وطبعا بيختلف من من واحد ماشي على 50 او 100 او 130 وزي ما شرحنا ازاي تقدر تقيم المسافة اللي ما بينك وما بين العربية اللي قدامك وكوم لما تكون ماشي على سرعة نيجي هنا كده نقوم خرجين من ال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة